عامل حالة جيدة جدا مع الاهلي في الفترة الاخيرة او تحديدا منذ ان تولى المسئولية وقامنا طبعا على الشاشة بيتسو موسيمان وهو متجه الى الطائرة وعمل انجازات وعمل ارقام مميازة جدا بيتسو موسيمان منذ ان تولى المسئولية في اكتوبر 2020 حتى هذه اللحظة لعب مع الاهلي 50 مباراة فاز في 34 لقاء تعادل في 12 مباراة وهزم في 4 مباريات سجل الفريق 94 هدف واستقبل الفريق 34 هدف شباك نظيفة كلين شيت الاهلي خرج في 25 مباراة بدون احراز اي هدف في مرمى حقق مع الاهلي 3 بطولات وبرونزية كاس العالم للاندي ان شاء الله بإذن الله البطولة القادمة تكون البطولة التانية ليه مع الاهلي كدوري ابطال افريقيا وايضا كمان يقدر يحقق دوري ابطال افريقيا ليه هو على المستوى الشخصي 3 مرات مرة مع سانداونز وان شاء الله تكون المرة التانية مع النادي الاهلي وهو بالتأكيد يعرف كل التفاصيل الخاصة بفريق قايزر تشيفزي ودايما كان بيتسو موسيماني كعبو علي على فريق قايزر تشيفزي في دوري جنوب افريقيا طيب